بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله تعالى وبياكم وأهلا وسهلا بكم معنا في درس من الدرس المتعلقة بالتفسير درسنا بإذن الله تعالى لا يزال في سورة النحل وهذه السورة من السور التي ينبغي الوقوف مع آياتها والتأمل في معانيها بإذن الله تعالى ساقفوا إياكم مع آيات كريمات من هذه السورة فكونوا معي بارك الله فيكم إذن على بركة الله جل وعلا درسنا في هذه السورة من الآية الأولى حتى الآية الثامنة من هذه السورة الكريمة نبدأ على بركة الله بالوقوف على أبرز وأهم الأهداف المرسومة لدرسنا عندنا الهدف الأول أن يتلو الطالب الآيات بإتقان قلنا سابقا تلاوة الآيات تلاوة صحيحة من أهم الأمور المعينة على فهم المعاني أيضا من الأهداف وهو الثاني أن يتعرف الطالب على معاني الكلمات لأن العلم بهذه الكلمات ومعانيها يعين على الاستنباط والاستخراج للفوائد والأحكام وهذا هو هدف الثالث أن يستنبض الطالب والطالبة أهم الأهداف وأهم الأحكام من هذه الآيات إذن هذه أبرز وأهم الأهداف المرسومة لدرسنا بعد هذا آتي وإياكم إلى هذا المدخل الذي من خلاله ندخل إلى جو هذا الدرس النافع بإذن الله تعالى بالتعاون مع زملائك حاول الربط بين آخر آية في سورة الحجر وهي قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وبداية هذه السورة في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ما المناسبة وهذا ما يسمى بعلم المناسبات المناسبة بين السورة والسورة وترتيب السور قيل إنه توقفي وقيل إنه اجتهادي فهونا نربط وإياكم السورتين بعضهما ببعض ختم الحجر بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واستفتح النحل بقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه ما الرابط أحسنتم نعم الرابط وجوب الاستمرار بالعبادة حتى الموت وأن الموت قريب قال أتى أمر الله أتى أمر الله إما بالموت وهي قيامة الصغرى أو أتى أمر الله بالقيامة الكبرى وهي الساعة لاحظتم الآن كيف نربط بين السورتين بهذا الرابط وهذه المناسبة وهذا يحتاج إلى دربة وتأمل حتى يتمكر الطالب والطالبة من الربط بين السور بعضها ببعض إذن هذا ما يتعلق بهذا المدخل نأتي بعد هذا أيها الطلاب والطالبات للوقوف وإياكم على الآيات الكريمات من أول هذه السورة أتلوها على مسامعكم والمرجو منكم الإنصات والاستماع لعل الله تعالى أن يرحمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفق ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون أيها الطلاب والطالبات بحمد الله تعالى استمعتم إلى الآيات الكلمات التي معنا أقفوا إياكم مع أبرز معاني الكلمات فكونوا معي حتى بإذن الله تعالى تكشف لنا شيئا من معاني الآيات الكريمات عندنا قول الله تعالى أتى أمر الله يعني قرب وعد الله بمجازات الكافرين والمراد به يوم القيامة إذن هذا ما يتعلق بهذه الكلمة في قوله تعالى على من يشاء من عباده المراد بهم الأنبياء عليهم السلام في قوله جل وعلا فإذا هو خصيم ما المراد بقوله خصيم أحسنتم أي شديد الخصومة بالباطل في قوله تعالى المنافع من مركب ولبن ولحم وغيرها إذن هذا ما يتعلق بمعاني الكلمات من هذه الآيات الكريمات آتيوا إياكم لاختيار الموضوع المناسب للآيات التي معنا أيها الطلاب والطالبات ما الموضوع الذي ترونه مناسبا مختارا للآيات التي تلونها على مسامعكم أحسنتم نعم الموضوع المناسب هو كفر النعمة أو الدعوة للتوحيد أو عاقبة الكافرين ما الموضوع الذي ترونه أنسب هل هو كفر النعمة أم هو الدعوة للتوحيد أم عاقبة الكافرين نجد أن الموضوع الأنسب الدعوة للتوحيد وهذا الأبرز في الآيات أيضا نأتي إلى معاني الكلمات نزداد بها بإذن الله تعالى فهما للآيات الكريمات عندنا أيضا قوله تعالى الملائكة ما المراد بالملائكة أو من هم الملائكة أحسنتم نعم جبريل عليه السلام فهو ذكر الجمع وأراد به الخصوص وهذا مما يعبر به عند الأصوليين العام المراد به الخصوص فهو ذكر الملائكة وأراد به جبريل لأن جبريل هو الموكل بإنزال الوحي على الرسل في قوله تعالى بالروح ما الروح هنا الوحي إذن الروح كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا هو ما أوحاه جل وعلا إلى أنبيائه عليه مستلام الأنعام هي الإبل والبقر والغنم إذ هذا ما يتعلق بمعاني الكلمات التي معنا بعدها نأتي وإياكم إلى كلمات أخرى أيضا نزداد بها فهما للآيات في قوله تعالى لكم فيها دفء ما المراد بهذه الجملة أحسنتم ما تستدفئون به فهذه الأنعام من أصوافها وأوبارها وأشعارها كما أخبر الله سبحانه وتعالى وتحمل أثقالكم أي أحمالكم فتحمل على الإبل ما تحمل فقد سخرها الله تعالى لأن تحمل الأثقال من مكان إلى مكان وهذا من فضل الله تعالى ونعمه قوله تعالى بشق الأنفس ما المراد بهذه الجملة نعم أحسنتم المراد بها جهد النفس يعني في مشقة في معاناة فيما يتعلق بالسفر والانتقال من مكان إلى آخر نأتي بعد هذا أيها الطلاب والطالبات إلى استخراج واستنباط الفوائد من الآيات التي معنا أول فائدة نقف وإياكم عليها قرب قيام الساعة نعم هذه الآيات صرح الله تعالى في مطلعها بقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه إذن هذه فائدة عظيمة جدا وإذا علمنا قرب قيام الساعة واجب علينا الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى نأتي إلى فائدة أخرى من فوائد الآيات وهي بيان تنزه الله تعالى عن الشركاء والأنداء تعالى عما يشركون فالله تعالى منزه أن يكون له شريك أو ند لأنه سبحانه وتعالى لا شريك له ولا سمي له ولا ند له ولا كفأ له سبحانه وتعالى أيضا من الفوائد المستنبطة الله تعالى لم يترك عباده هملا بل أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا لماذا؟ ليبين لهم طريق السعادة وطريق الشقاء فريق في الجنة وفريق في السعير فالله تعالى بينا لعباده هذا الطريق فالله تعالى قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى أبدا فالله تعالى منزه عن ذلك كما قال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثة وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم نأتي أيضا أيها الطلاب والطالبات إلى هذه الفائدة وهي بيان وظيفة الرسل ما هي؟ هي الإنذار عن الشرك والدعوة للتوحيد هذه هي الخلاصة لدعوة الرسل هي الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك بالله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن يعمدوا الله واجتنبوا الطاغوت نأتي أيها الطلاب والطالبات إلى مزيد من الفوائد المستنبطة من الآيات التي معنا ومع هذه الفائدة وهي لم يخلق الله تعالى السماوات والأرض عبثا وإنما خلقها لحكم ودلالات عظيمة كما بينا قبل قليل فهي فائدة عظيمة ينبغي التفكر والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات العظيمة أيضا نأتي وإياكم إلى هذه الفائدة الأخرى وهي التنبيه على ضعف الإنسان من نطفة خلقه الله تعالى من نطفة من مني يمنى وأنه خلق من نطفة مهينة ضعيفة ومع ذلك كله فإذا هو خاصم مبين ومع ذلك يجادل ويخاصم ربه تعالى ويحارب رسوله عليه السلام فيجب على الإنسان أن يتقي الله في نفسه وأن يحضر من هذه المخاصمة وأن يذعنا لأمر الله تعالى وما جاءت به الرسل عليه السلام أيضا أيها الطلاب والطالبات مع هذه الفائدة الأخرى من الفوائد المستنبطة من الآيات التي معنا وهي رحمة الله تعالى بعباده حيث سخر لهم ما يكفيهم من القوت في حياتهم الأنعام خلقها لنا نأكل منها بحمد الله تعالى أيضا سخر لنا هذه الأمطار وغيرها من النعم العظيمة وهذا يدل على أن الله رحيم بعباده سبحانه وتعالى نأتي أيها الطلاب والطالبات بعد هذا إلى مزيد من الفوائد ومع هذه الفائدة الأخرى كثرة منافع الأنعام وفوائدها للإنسان والأنعام خلقها لكم فيها دفء واحد ومنها تأكلون وكذلك حمل أثقال ففيها فوائد جمة وهذا من تسخير الله لنا هذه الجمال على كبرها وعظمها إلا أنها ذليلة مسخرة نركبها بحمد الله تعالى ونحمي عليها أثقالنا وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أيضا من الفوائد المستنبطة فطرة الإنسان على محبة التزين والجمال قال وزينة أي أن هذه الخيول فيها زينة يركبها الإنسان وكذلك تكون زينة يتزين بها وأن الله تعالى جميل يحب الجمال ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون الإنسان جميلا في ملبسه ومظهره ونحو ذلك أيضا من الفوائد المستنبطة من الآيات أن قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون في ذلالة على ما يكون بعد نزور القرآن الكريم من اختراعات مما يركبها الخلق في البر والبحر والجو الطائرات والقطارات والسفن كل هذه مما خلقه الله جل وعلا وسخره لعباده سبحانه وتعالى وهيأ لهم أسباب ذلك فلله الحمد والمنة على نعمه العظيمة نأتي أيها الطلاب والطالبات أيضا إلى فائدة أخرى من الفوائد المهمة المستنبطة من الآيات الكريمات ذكر الله تعالى من منافع الخيل والبغال والحمير الركوب والزينة ولم يذكر الأكل لماذا؟ لأن البغال والحمير محرم أكلها والخيل وإنجاز أكلها كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحم الخيل يعني في أكلها إلا أنها لا تستعمل في الغالب للأكل وإنما تستعمل للركوب فإذا ذكر جل وعلا في الآية أبرز المنافع أبرز المنافع من هذه الأنعام الخيل والبغال والحمير وهو الركوب وكذلك الزينة في الخيل هذا ما يتعلق بهذه الفائدة في هذه الآيات ثم نأتي وإياكم إلى هذا النشاط الذي يعين بإذن الله تعالى على فهم الآيات الكريمة عندنا السؤال أوجد من آيات الدرس ما يدل على معنى الآيات الآتي عندنا آيات كريمات نريد المعنى الذي دلت عليه كل آية الآية الأولى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون هنا نريد الآية التي معنا تدل على معنى هذه الآية يعني من باب ربط القرآن بالقرآن لأن القرآن يفسر بعضه بعضا يصدق بعضه بعضا فعندنا آية في سورة الأنبياء نريد آية تدل على معناها من السورة التي معنا والآيات التي معنا فما الآية التي تدل على معنى هذه الآية نعم أحسنتم هي قوله تعالى أتى أمر الله هنا قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وهنا يقول أتى أمر الله فالمعنى من الآيتين واحد وهو قرب قيام الساعة لكن آية النحل أبلغ فهنا قرب قيام الساعة وهنا أتى أمر الله دل على قربها وأن قربها شديد وهذا يدل على الحذر والاستعداد ليوم القيامة الآية الثانية وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنْطِرْ عَلَيْنَا هِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ هذه الآية نريد آية من الآيات التي معنا تدل على ما دلت عليه هذه الآية الكريمة نعم هي قول الله سبحانه وتعالى فإذا هو خصيم مبين لأن الكفار قريش هم الذين خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن كان ما جت به حق فيمطر الله تعالى علينا من السماء الحجارة فهذا تعنت وتتكذيب وخصومة بالباطل نسأل الله تعالى السلامة والعافية نأتي أيضا إلى نشاط آخر وهو بين المعنى المشترك بين قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما جاء في آية الدرس هنا نريد معنى المشترك بين الآية الكريمة وبين ما أخذناه في الآيات الكريمات نعم الجواب هو شدة الخصومة بالباطل فالمعنى المشترك بين الآية التي معناه وهذه الآية هو هذا المعنى وأن الإنسان في الغالب عنده خصومة بالباطل وفي ذلك ما فيه من كفران النعم والتكذيب بما جاءت به الرسل عليه والسلام بعد هذا أيها الطلاب والطالبات نأتي أيضا إلى نشاط آخر وهو حاول بيان مناسبة الآية الرابعة لما بعدها ما المناسبة بين الآيتين وهذا يدل على ربط الآيات بعضها ببعض نجد أن الجواب كما تعلمون أن الإنسان أنعم الله عليه بالنعم ولكنه لم يشكرها وكفر بموجدها جل وعلا وهو الله سبحانه وتعالى قال تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين وهذا يدل على جحوده وكفره بالله سبحانه وتعالى بعد هذا أيها الطلاب والطالبات ننتقل الآيضان إلى نشاط آخر وهو عدد منافع الأنعام الواردة في الآيات والآية رقم ثمانين والله جعل لكم من بيوتكم من السورة نريد أن نقف على الآيات وكل واحد منكم ينشر المصحف ويحاول استخراج هذه المنافع هنا نجد الجواب منافع الأنعام في أصوافها وأوبارها للدفع وفي ألبانها وجلودها وركوبها منها ما نأكل ومنها للزينة ومنها حمل الأثقال إلى بلاد بعيدة من جلودها كذلك بيوتا كالخيام كذلك تحمل من بلد إلى آخر وأثاثا وأغطية من شعرها وصوفها ووبرها كل هذا وغيره من منافع هذه الأنعام وهذا يدل على سعة فضل الله سبحانه وتعالى ومنته على عباده هذا ما يتعلق بهذا النشاط بعد هذا آتي وأياكم أيها الطلاب والطالبات إلى ختم درسنا أشكر لكم طيب المتابعة وحسن المشاهدة ألقاكم على خير بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته